هذا وعقد شباب منتدى شباب العالم جلسة نقاشية حول رحلة منتدى شباب العالم مع إطلاق منصة شباب العالم لقمة المناخ وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ شهدتها الجلسة حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم والحديث حول ما تتناوله منصة منتدى شباب العالم من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة للقضايا المناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية كذلك التطرق إلى كيفية حثي قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع في الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ ستشهد فعليات منصة منتدى شباب العالم التي تنطلق في الفترة من الثامن إلى السابع عشر من نوفمبر على المسرح الرومني بالمنطقة الخضراء لمؤتمر قمة المناخ أربعا وثلاثين جلسة متنوعة بين حلقات نقاشية وورش عمل وقصص نجاح لمبادرات ومشاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة